موسيقى كما استطاع إبداع هذا الفريد أن يبقى بصمة في عالم الفن بالموسيقى والصوت فإن أنغام آلة العود الذي صنع بأيات الحرفيين اختزنت بصمة حرفة دمشقية أصيلة ولأن المختصون بها اليوم باتوا قلائل كان لكاميرا الإخبارية السورية زيارة لمحل الحرفي أنطون إبراهيم الطويل المختص بصنع وتصليح الآلات الموسيقية وبالأخص آلات العود أول عود سوريا صنع سنة 1879 في منطق دمشق القديمة بالإيمارية عبدالنحاط هو أول عود سوريا الصنع فهذاك الوقت بتعرفي ما كان فيه الكهرباء فكانت الصناعته بالطريقة اليدوية المملة فينا نقول إذا جاهز التعبير يعني فكله يدوي يعني ما فيه آلة ما كان فيه شيء اسمه آلة حتى عبدالنحاط الله يرحموه كان أمي ما كان يعني ما كان يعتمد على المتر كان يقيسه بالشبر وبالأصابع نحنا حطينا الزغارف على العود نحنا نزلنا الصدف على العود نحنا نزلنا الزغارف النباتية والهندسية يعني عطيناه الطابع الشرقي عرفتي كيف عطيناه الآلة الطابع الشرقي حملناها هوية هوية للعود الشرقي لكن انت تقدري تشتغلي بأي طريقة بدك إياها وبأي يعني بتحطي الموديل هاللي بدك إياه لكن نحنا عم نحكي على البضي على الهيكل تبع العود نحنا اشتغلناه من خشب الجوز خشب الليمون خشب السرب خشب الكينة يعني وفيه أخشاب بالإضافة أخشاب مستوردة لكن هي غالية غالية التمن خشبت الجوز الموجودة بسوريا أثبتت جدارة وأثبتت فعالية لا تقل الجودة تبعاً غيرها كما تنقل الصورة المعلقة على جدران محله محطات من مسيرته نقل أنتون وصول هذه المهنة لابنته ما سبق وأن مثلاً أن أنسا اشتغلت بهاللون هاد ما كان فيه استغراب كتير مثل ما قلتلك على العكس الفرنسيين والبريطانيين كانوا يعني يصدوا يندهشوا أنه كيف أنسا عم تشتغل بهاللقصة هي لكن اللي بقدر إليك يا في بعض مراحل بتطلب جهد عضلي لكن الأنسا ما بتقدر عليهم عرفت كيف؟ في بعض مراحل بدي جهي يعني بدي رجل عرفت كيف؟ لكن هي ضلت مستمرة بالإشياء الجمالية اللي بتخص القطعة هي من ناحية الزغرف هي من ناحية التخريق والقصص هي فكانت يعني سهلة كتير لكن مثل ما قلتلك بعض مراحل التيف بدأ يشهد عضلي يعني بدأ أكثر من واحد مهما داقت الأحوال يحاول الحرفي السوري أن يحفظ تاريخ مهنته من الاندثار رغم ضيق هذا المكان إلا أنه قادر أن يحفظ داخله آلات تحكي حكاية حرفية سوري استطاع عبر الزمن أن يحفظ مهنة تراثية سورية للأخبارية السورية من دمشق